حقوق الوالدين وذوي الأرحام الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد فلقد جاء الإسلام برسالة سمحة تدعو إلى كل خلق كريم وتؤصل لكل مبدأ النبيل وترشد إلى كل سلوك مستقيم وتجعل من القيم والمثل العليا منهج حياة يضبط ميزان المعاملات بين الناس بالحق والعدل والرحمة والمحبة والإنسانية حيث يقول الحق سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وإن من مظاهر عظمة الشريعة الإسلامية أنها وضعت قواعد وضوابط وحقوقا للتعامل مع الوالدين والأقربين فالوالدان هما أحق الناس بالاحترام والتقدير والعناية فقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم ببر الوالدين والإحسان إليهما وجمع سبحانه بين ذلك وبين الأمر بعبادته تعالى وعدم الإشراق به حيث يقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كما أمر سبحانه بشكره على نعمه وقرنا شكر الوالدين بشكره لعظيم فضلهما وسمو منزلتهما ورفعات قدرهما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لم تقبل منها واحدة بغير قرينتها ومنها قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك فمن شقر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه لقد أعلى الإسلام من شأن الوالدين وآمر ببرهما وحسن رعايتهما والطلطف معهما فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد ولقد ضربت ابنة الرجل الصالح في قصة سيدنا موسى عليه السلام أروع الأمثلة في البر وحسن الرعاية فقد كان أبوهما شيخا كبيرا لا يقوى على العمل فقامت بالعمل بدلا منه دون تأفف أو ضجر قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخا كبير وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولنا القدوة الحسنة في السيدة فاطمة رضي الله عنها في توددها واحترامها وتلطفها مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت إذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم قامت من مجلسها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها تلطفا معه وفرحا بقدومه وأجلالا لقدره صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الإسلام بتوقير الوالدين وعدم إيذائهما فقد قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فقد نهى الله تعالى الإنسان عن أدنى كلمة تعبر عن الضجر ولو كان هناك كلمة أدنى من كلمة أف لنهى الله عز وجل عنها فالأولى أن لا يتسبب الإنسان في آباهما أو الإساءة إليهما بأي صورة من الصور فقد قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لرجل وهو يعظه في بر أبيه لا تمشي أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعوه باسمه ولا تستسب له أي لا تعرضه للسب فلا ينبغي أن يتسبب المسلم في أي أذن لوالديه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل أبويه قال يسب الرجل الرجل فيسب أباه ويسب الرجل أمه ويسب أمه ولقد أوصل إسلام ببر الوالدين وحسن صحبتهما حتى ولو كان على غير الملة حيث يقول الحق سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وهذا ما كان من سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعوته مع أبيه وفي ذلك يقول الحق سبحانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيها أمها وهي مشركة راغبة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك إن للبر بالوالدين آثار وفوائد عظمة وفضائل جليلة يجنيها العبد في الدنيا والآخرة منها أن بر الوالدين سبب في رضى الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم رضى الله في رضى الوالدين وصخة الله في صخة الوالدين ومنها أنه سبب في تفريج الكربات فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال ثلاثة نفر ألجاهم المطر إلى غار في جبل فوقعت صخرة على باب الغار فأغلقته عليهم فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنيا وإن استاخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون أن يصيحون من الجوع عند قدمي حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأه السماء فكان بره بأبويه سببا في تفريج كربته ونجاته ومنها أن من بر والديه بره وأبناؤه لأن الجزاء من جنس العمل وقد كافى الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام على حسن خلقه مع أبيه في دعوته وبره به أن رزقه بر ولده سيدنا إسماعيل عليه السلام وقد ذكر الكرآن الكريم لنا ذلك في الحديث عن صورة من أرقى صور الطاعة والبر بالوالدي فقال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وكما أن لبر الوالدين ثمراته في الدنيا فهو أيضا سبب في سعادة المسلم في الآخرة بدخول الجنة فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم قال نعم قال صلى الله عليه وسلم فالزمها فإن الجنة عند رجلها وقال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل أتفرق النار أي أتخاف وتفزع من النار وتحب أن تدخل الجنة قال إي والله قال أحي والداك قال عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وطعمتها الطعام لتدخلن الجنة مجتنبت الكبائر على أننا نؤكد أن الإنسان مهما قدم لوالديه من بر وإحسان فلن يوفهما حقهما ولن يرد جميلهما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإسلام كما أوصى الإسلام بالوالدين أوصى بذو الأرحام وهم من يرتبط الإنسان معهم بقرابة وجعل لهم حقوقا قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وتتحقق صلة ذوي الأرحام بزيارتهم وتفقد أحوالهم ومعاونتهم قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثمتان صلة وصدقة كما تتحقق كذلك بإجابة دعوتهم وعيادة مرضهم واتباع جنائزهم كما ينبغي توقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وسلامة الصدر نحوهم والدعاء لهم ولقد جعل الله عز وجل صلة الرحم سببا في بركة العمر وسعة الرزق حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سبب في مغفرة الذنوب فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل من توبة قال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم قال لا قال صلى الله عليه وسلم هل لك من خالة قال نعم قال صلى الله عليه وسلم كبيرها فيجب على الإنسان أن يحذر من القطيع وأن لا يرد السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم ويجهلون علي فقال لإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك لقد نهى الإسلام عن القطيعة وحذر من عواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة يقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم فلنتق الله في آبائنا وأمهاتنا ولنصل أرحامنا ولنحسن إلى الناس أجمعين اللهم وفقنا للبر بآبائنا وأمهاتنا وجعلنا واصلين لأرحامنا واحفظ شعبنا واجعل مصرنا بلدا آمنا سخاء رخاء سلما سلاما وسائر بلاد العالمين